اشتركوا في القناة وعيد اطلاق حزم سياحية مشتركة وترويج للمقاصد السياحية في البلدين اضافة الى الاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير صناعة السياحة وانقش الاجتماع ايضا الفرص الاستثمارية السياحية في كل البلدين وتعزيز اطر التعاون في مجال التدريب والتعليم السياحي والفندقي وادارة المعلومات السياحية وتبادل بياناتها هذا واكدت وزيرة السياحة حرص مملكة البحرين على مواصلة التعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لتنمية الشراكة الثنائية في انشطة السياحة الى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة